هلأ فيكون بهذا الفيديو اللي حيكون حول خمس أسئلة لازم المريض حطه بباله يعرف الأجوبة عنها ويستشير السيدلاني سواء كان سيدلاني موجود بالكوميونتي فارماسي أو سيدلية المجتمع أو سواء كان موجود بمشفى أو ما كان يكون موجود حتى لو أونلاين على السوشيال ميديا فمأمونية الأدوية هي من الأشياء الجدا مهمة خاصة أنه كل مريض بيكون عم يعاني مثلا من عدة حالات مرضية أو من حالة أو اثنين مثلا وعم يستخدم عدة أدوية فلازم نحن نضمن الاستخدام الآمن والفعال والاقتصادي حتى للمعالجة الدوائية مثل ما شرحنا بفيديوهات ماضية هلأ بالنسبة للأسئلة فسؤال الأول أنه شو هو المستهدر الدوائي اللي انت رح تستخدمه اللي الطبيب أصف لك هلأ أنت عندك معرفة بالمواد الدوائية الفعال اللي موجودة به المستهدر هاد ولأنت فقط بتعرف اسمه علما أنه في كثير من المرضى يمكن هنن ما بيعرفوا أنه مثلا هالماد الدوائية الفعال مثلا تكون بارسيتامول مثلا موجودة بهالمستهدر هاد اللي بيستخدموه بتخفيف أعراض الرشح والإنفالوانزا وموجودة كمان بالبانادول مثلا فلو أخدم مع بعضه يمكن يصير في عنده زيادة بتأثير هالماد الدوائية الفعالة وحيانا أثار سمية لو طبعا تجاوز الجرعة المسموح فيها يوميا فنحن هون لازم ننتبه خاصة لو كانت المادة الدوائية إلى هامش أمان ضيق وبالتالي هون أي تأرجح بتراكيز المادة الدوائية الفعالة بالدم رح يؤدي لأثار جانبية خطيرة هلا لازم نعرف أن صيدنا إلودور كتير كبير بتوضيح المعلومات هاي للمريض خاصة أنه في كتير من المستهدرات الدوائية في كتير من الجنريك والبراند ميديكيشنز اللي الموجودة بالسوق الدوائية فلازم هو يوعي المريض حولها ولازم نعرف أن 60% من المرضى هن يسيقوا استخدام المعلومات الدوائية الموجودة ضمن النشرات المرفقة بالمستهدرات الدوائية فالمعلومات هاي مو كل المرضى بفهموها مثل بعضهم فالخلفية المعرفية الخاصة بكل مريض كم تلعب دور لازم هون نحط بعين الاعتبار أنه في مرضى عندهم قدرة على الفهم على صيدلاني أو الطبيب حول أحيانا تأثير المادة الدوائية في مرضى ما بيقدروا هن يفهموا أصلا هذا الدواء لشو عم يستخدموه وكيف لازم يستخدموه تمام فمو كل المرضى هن يعني بنفس السوية المعرفية هلأ السؤال الثاني هو أنه المريض هل هو يعني ذكر كل الأدوية يلي هو عم يتناولها سواء كانت OTC Medication أو POM Medication يعني هل الأدوية اللي بتنعطى بدون وصفة طبية والأدوية المعطاب بموجب وصفة طبية وكمان شو هي الأدوية النباتية اللي عم يستخدمها لأنه اللي بيصير هون أنه المريض أحيانا ما بيذكر هالشي للصيدلاني وبيكون مثلا صيدلاني عم يصرف له بناء على وصفة الطبيب مثلا دواء معين مثلا نقول ديجوكسين مثلا وصار في بقى هالتداخل الدواء بين ديجوكسين مثلا والدواء تاني من أدوية الأوتيسي المعطاب بدون وصفة طبية أو مع نبات طبي فهون بقى اللي بيصير هون هالأخطاء هاي اللي حيانا بتكون يعني قد تسبب يعني أذيات بالمرضى أو تسبب وفيات فهنحن هون لازم بقى ننتبه لازم نعرف أنه حوالي 50% من الأخطاء الدوائية اللي بتصير بالمشافي بتحدث نتيجة أنه المرضى ما هنن يعني أخبروا الطبيب أو السيدلاني أو بشكل عام فريق الرعاية الصحية حول الأدوية اللي بيتناولوها تمام فلازم يذكروا كل شي حتى الكريمات حتى المراهم حتى متل ما أنا النباتات الطبية اللي بيستخدموها كل شي كل شي يعني لازم يعني 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 يعملوا لستة ويذكروها للطبيب أو سيدلاني الشغلة الثالثة أنك أنت كمريض لازم تعرف أنه إيمتها أنا لازم أغض هذا الدواء فلازم هون نعرف أنه في أدوية بتتاغد بالليل أدوية بتتاغد الصبح في أدوية بتتاغد قبل الأكل بعد الأكل مع الأكل في أدوية بتنعطى ضمن فواصل زمنية محددة فأنت كمريض لازم أنت تعرف شو الدواء اللي انت عم تاخده وهل مثلا عم تاخده مرة واحدة باليوم مرتين باليوم هل هو أنتيبيوتيك فلازم أنت تنتبه للمادة الزمنية اللي عم تنعطى فيها المادة الفعالة ولا شو هو الدواء اللي انت عم تستخدمه مشان هيك نحن لازم كمان كساد لنوضح هذا الشي أنه إيمتها لازم ياغد الدواء فمسلا لو كان هو عم ياغد مدير مثل الفورسمايد فلازم نحن نقول لها المريض هذا اللي بيكون عادة مثلا عم يعاني من الهايبرتنشن أو يعاني من الـ CHF إنه مثلا خود هذا الدواء الصبح بكير مشان ما يصير في عندك شو زيادة بعدد مرات التبول ليلا وبالتالي هدا الشي حي يعمل أرق عند المريض ما كل شوي بدي فوت على تواليت وبالتالي هدا الشي هيزعجوا يعني حتى أو يمكن إذا كان مريض أو مريضة مسنين يمكن مثلا بالليل ما يكونوا يعني صحيانين كتير أو يعني يوقعوا ضمن الحمام وبعدين يكسروا فلازم نحن كمان نعرف هدا الشي أوكي فهي أحد الأشياء المهمة متل ما قلنا أول شي انه هدا المثال حول الفورسمايد أحيانا ممكن نكون الدواء هو خافض لشوحوم الدم فمتل أدوية الستاتينات هي بتنعطى بالليل أوكي فلازم نعرف كل الدواء شلون عم نعطى حيانا في بعض الأنتبيتكس بتكون يعني تم تصنيعها بأنه تنعطى مرة واحدة بالليون فهي بتضمن الفعالية العلاجية على مدى 24 ساعة فأنت لو يعني كمريض نسيت الحبة هاي أو المضغوطة هاي أو الكابسولة هاي نسيتها فبالحالة هاي انت ما عملت تغطية علاجية لمدة 24 ساعة والأنتبيتكس لازم نحن نعرف إنه ما بيليعب فيها يعني فلازم مثلا نعطي هالدواء كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة أو ونتأكد إنه عم يعطى مثلا على فاصل مدة 5 تيام أو على مدى أسبوع أو 10 تيام ونتأكد مثل ما إلنا إنه إنه المريض عم ياغد هالدواء هذا ضمن هالفواصل الزمنية المحددة مثل ما إلنا نسيان جرعة واحدة فهذا الشي حيأدي لتفاقم الحالة المرضية أحيانا إنه بترجع الجراسيم تقوى أكتر وكأنه بتاغد هي مثل مناعة تجاه هالأنتبيتك هاي اللي انت أغطته فلازم يتم الانتباه له الشهاد علما إنه مثل هالأشكال الصيدلانية بتفيد إنه بتزيد الادهيرنس أو التزام المريض بالمعالجة الدوائية لأنه هي عم تنعطيها على مرة واحدة باليوم بس مثل ما إلنا نسيها هالحبة هاي أو المضغوطة هاي فهو ما عمل تغطية لمدة 24 ساعة بهالصاد الحيوي كمان أنت كصيدلاني لازم توضح الـ side effects الخاصة بالـ medications أو الأدوية وحتى أنت كمريض لازم تعرف شو هي الآثار الجانبية لأنه مثل ما قالنا في مرضى كتير هنا يعني بفتحوا هالمستحضرها بفتحوا النشرة الداخلية اللي فيه بيلاقوا إنه والله هذا الدواء بيعمل مثلا اضطراب بنزم القلب وممكن يعمل لك مشاكل وإلى آخره فس هو بتكون الحالات هاي يعني مثلا واحد بالعشرة آلاف أو واحد بالألف ففي كتير مرضى بخافوا إنه ياخدوا الأدوية أو حتى ما عاد يسمعوا لنصيحة الطبيب أو الصيدلاني حول المعالجة الدوائية فلازم نحن نوضح لأن هذه الآثار الجانبية هي نادرة الحدوث وأنه أهم الآثار الجانبية الخاصة بهالدوهات هي كذا وكذا وكذا مثلا عندنا أدوية ACE inhibitors مثل الكابتو بريل أو دور رامين بريل مثلا أنه هي بتعمل مثلا سعال جاف كتأثير جانبي شائع نحن لازم نذكر التأثير الجانبي الشائع لهالأدوية هاي بشكل رئيسي وما في مانع نوضح الآثار الجانبية نادرة الحدوث بس لازم نحن كمان يعني دائما نعطي المريض المعلومة الإيجابية مع المعلومة السلبية ما بصير أنه نركز فقط على شيء إيجابي أو شيء سلبي لا لازم نعطيه بشكل متوازن وبشكل علمي ومدروس وبما يعني يناسب فهم المريض فنحن هون كسادل إنا دور كتير كبير وفي آثار جانبية لازم نحن نوضحها للمريض أنه إذا صارت معك يرجع لعننا مثلا مثل دواء كاربيميزول فنقل له للمريض إذا انت صار معك إلتهاب الحل إرجع لعننا عصيدلية أو تواصل معنا نحن كسادل أو طباء وخاصة نحن بجيل كل أدوات التواصل الموجودة سواء كانت سوشيال ميديا أو عن طريق السكايب مثلا أو أي شيء تاني في عنا صار كتير الأدوات للتواصل فأنت فيك تخبر الطبيب تبعك أو الصيدلاني تبعك إنه أكي صار معي هذا الأثر الجاني شو لازم أعمل أنا هل لازم أقف الدواء ما لازم أقفه طبعا هذا الشيء بيكون بالتواصل مع الطبيب المشرف بس سادل إلون دور كتير كبير بمأمونية الأدوية كتير لنا دور هام نحن كسادل سؤال الخامس كمان اللي هو إنه أنا كمريض لو مسلا نسيت هل أغد المضغوطة هاي أو الحبة هاي مثلا لنقول مسلا سيدة تتناول مانع حمل فموي فلو نسيت تتاغد الحبة هاي أو المضغوطة شو ده تعمل أوكي فشو دورك انت كسيدنا شو دك تتحكي له شو الإفيدنس تبعك شو المعلومات اللي عندك حول هالشي هاد لو دواء تاني متل ما قلنا مثل الانتيبيوديكس هلا حكينا قبل شوي فكيف انت بدك يعني توضح المريض شو لازم يعمل فإلنا دور كتير كبير بهذا الشي لازم نعرف إنه عشرين لخمسين بالمئة من المرضى ما بياخدوا هنن الأدوية الموصوفة إلهم بالشكل الصحيح وبالشكل اللي الطبيب يعني يوصف لهم يا فيه وهذا الشي لازم كمان نعرفه لازم نعرف إنه الصياد لهم دور كبير كتير بموضوع مأمونية المعالجة الدوائية وما ننسى الإسخدام الآمن والفعال والاقتصادي هي من أهم من أهم أدوار الصيدلاني تمام دائما أنا برجع بعيدهم الإسخدام الآمن والفعال والاقتصادي لأنه مثل ما أنا في مرضى ما بقدر هنا يتحمل تكلفة المعالجة الدوائية فلنحن لازم نشوف لن شو هي الخيارات العلاجية البديلة شو هي الأدوية الجنريك الموجودة وبنفس الوقت بتكون آمنة وفعالة مو إنه والله إنه الدواء أرخص وما يكون فعال لا إذا كانت هيك ما بدناش واستفدنا يعني تمام طبعا هالمعلومات هي من safe-education.com وحا أعمل أنا إعادة بسرعة على هم الأسئلة أول شي إنه المريض لازم يعرف شو هو المصادر الدوائي اللي عم يتناولو لازم يذكر أهم الأدوية اللي عم يتناولها سوما كانت OTC أو POM medications كمان لازم يعرف أمتى يغض المصادر الدوائي كمان شو هي أهم الآثار الجنبية الخاصة بالدواء ولو نسي تناول جرعة واحدة مثلا من المعالجة شو لازم يساوي هاي أهم الأشياء كنت أنا حابب إلكونيها اليوم بهال Live Event ويلي حيكون موجود حتى على اليوتيوب فيكن تترجعولو أو فيكن تابعوني على الفيسبوك على بروفايلي وأنا دائما بعمل Live Videos عن الكثير من الأشياء ليس فقط في فارماسي أو كليناكا فارماسي حتى بآخر الأبداعات والأخبار البحثية وكل شيء العلاقة بمواضيع M-Health وتطورات استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية بالرعاية الصحية تمام لأنه لحنا عصرنا مختلف تماما عن الشيء اللي كان قبل 20 أو 30 سنة هلأ التكنولوجيا عم تدخل بالرعاية الصحية بشكل كتير كبير تمام فأنا كمان هاشرح عن هذا الشيء مستقبلا بشكل أكبر شكرا لك على المشاهدة و اشتركوا في القناة